أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر أن الرئيس دونالد ترامب مستعد للحوار مع إيران بدون شروط مسبقة وقال اسبر في تصريحات تلفزيونية أن واشنطن مستعدته للحوار مع طهران حول مسار جديد يجعل من إيران بلدا طبيعيا أكثر وقال ترامب حذر من ارتكاب مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين داعيا قادة إيران لعدم قتل المتظاهرين